هذا التوحش غير مسبوق عالميا كل المنظمات الدولية والمراقبين والصحفيين لأغلبية العظمى منهم على الأقل يقولون أن ما تقوم به إسرائيل غير مسبوق اليوم تحدثت الأخبار أن هناك 17 ألف طفل فقدوا والديهم الأم والأب وإذا كان الأب من قبل متوفي أو الأم متوفي من قبل فقد فقدوا الثاني 17 ألف طفل وأن على الأقل 10 ألاف طفل فقدوا على الأقل الأب أو الأم طبعا هذه أرقام مؤقتة في الوضع الكارثي للتواجد في غزة يصعب أن تكون الأرقام كاملة أننا نتوقع فيما بعد أن الأمر سيكون أبشع وأفضل ولماذا يقوم صهاينة بكل هذا وبهذا الانتقام؟ لأنهم يعتقدون أنهم فوق القانون وفوق الجميع وأن القوانين الدولية والمنظمات الدولية والشرائع الدولية التي صنعها الغرب لهو صنعهم في نفس الوقت لا يهتمون بها ولا يلقون لها بالا عشرات القرارات الأممية بداية من القرار 181 الذي أنشأ هذا الكيان الفضيع الإرهابي هذا الكيان الذي أنشأه ذلك القرار في 1947 يقول أن فلسطين التاريخية أعطاه 55% منها للصهاينة في حين يعود حوالي 45% للفلسطينيين مع ذلك فإن هذا الكيان الذي أنشأ بقرار من الأمم المتحدة طبعا أنشأته بريطانيا والولايات المتحدة أساسا لكن جاء التثبيت بالأمم المتحدة فإنه يرفض تنفيذ القرارات الأمم المتحدة بل ينفض حتى ترفيذ هذا القرار بعد هذا القرار أخذ هذا الكيان ما يزيد رسميا ما يزيد عن 23% اليوم يتحكم في 78% تسمى إسرائيل و22% يسموها يهودا والسامرة وغزة يهودا والسامرة هي الضفة الغربية وفي الضفة الغربية قطعوها تقطيعا الضفة الغربية تساوي 20% من فلسطين التاريخية قطعوها تقطيعا بحوالي 650 ألف مستوطن مئات المستوطنات أما غزة فظلت محاصرة ولذلك انتفض أهلها في 7 أكتوبر 7 أكتوبر كما قال اليوم الرئيس الماليزي قالها في برلين وبحضور شولتس بحضور المستشار الألماني من أكبر داعمي لكيان صهيوني بعد الولايات المتحدة شن الرئيس الماليزي هجوما على أولئك الذين يفرقون ما بين الناس بسبب دينهم وألوانهم أو لونهم أو جنسهم شن هجوما على الغرب القوى الغربية الحاكمة أساسا أو جزء منها الحكومات الغربية التي تدعم هذا الكيان برغم كل ما يقوم به في فلسطين التاريخية وفي غزة أساسا لم يسميهم لكن كان واضحا أنه كان يعنيهم وكان باديا الإنزعاج على وجه المستشار الألماني الذي كان يقف بجنبه من قلب برلين من قلب ألمانيا اتخذ الرئيس الماليزي هذا الموقف كان موقفا شجاعا أن يقول لهم هذا الكلام في عقر دارهم وخاصة من عاصمة هي واحدة من أكثر العاصم دعما لهذا الكيان طبعا بالنسبة للألمان كما ذكرهم أحد اليوم قال لهم لا نعرف كم تحتاجونها من أنهار من الدماء لكي تنتهي عقدة الهولوكوست كان الموقف الرئيس الماليزي موقفا قويا والحقيقة أن هناك موقف قوية ولكنها تبقى بالنسبة ماليزيا موقفها عموما مقارنة مع دول أخرى يعتبر موقفا معقولا مع ما يسمى بدول الإسلامية لكن الأبشع بالوضاية الحال هو أولئك الذين يجاورون فلسطين فسواء كان ملك الأردن أو سيسي أو بن زايد أو بن سلمان فهؤلاء جميعا فالحقيقة يتآمرون تآمرا رهيبا على الشعب الفلسطيني رح نتكلم على هذا الموضوع خاصة مع حديث عن الصحوات كنت حدثتكم قبل أربع يام أعتقد ونظن أيضا ذكرتهم ذكرت الحديث أول أمس خاصة عن موضوع الصحوات أمس واليوم ظهرت معلومات جديدة حول هذا الموضوع وأنا نتجه بالفعل أو يتجهون إلى إنشاء ميليشيات ما يسمى بالصحوات هي الميليشيات أو الحركة بعبارة جزائرية معروفة أي أولئك الذين يقفون مع المستعمر ضد وطنهم وضد شعبهم ويخدمونه من أجل فتات فتات من السلطة أو فتات من المال رح نشوف هذا الموضوع ونشوفوا من هم اللي خلفه لكن قبل ذلك إذا سمحتوا لي حلونا نمر عبر بعض أهم الأحداث اليوم يستمر طبعا التواحش والقتل وقبل قليل فقط قبل أن ندخل هنا كان هناك خبر من أن أسهاينة قصفوا مرة أخرى أولئك الذين ينتظرون بعض الأكل في دوار نابلسي أو دوار الكويت الأخبار تقول أنهم قتلوا أكثر من أربعمائة شخص وجرحوا أكثر من ألفين شخص وهم ينتظرون أن تصلهم بعض الأكل القليل والقليل جدا في شمال غزة يعني والناس ينتظرون الأكل يقومون بقصفهم وقتلهم هذه الفضاعات أخرجت حتى يهود كثير من الحقيقة كثير من الأسماء اليهودية والمشهورة بعضهم مشهور لكي تندد بشدة بهذه الأفعال طبعا حتى في الغرب يتراكم تتراكم التصريحات وتشتد ميلانشون في تصريح ميلانشون يبدو أنه كان أول أمس أو قبل ثلاث أيام رفع فيه الصوت رفع فيه حدة الانتقاد للكيان الصهيوني وقال بصرح العبارة يعني المجد للمقاومين هذه العبارة هذا قالها ميلانشون فرنسي وهو جزء من هو جزء من ما يسمى بل ريبيبليكان الجمهوريين أو الجمهوريون جزء من البرلمان كان نرقم ثلاثة في الانتخابات الرئاسية السابقة يمثل قطاع عريض من الفرنسيين ما قاله ميلانشون يعجز أن يقول أي حاكم عربي حتى ذلك التافه الذي يقول أنه مع فلسطين ظالمة ومظلومة يعجزون أن يقولون المجد للمقاومة بينما قاله هذا الفرنسي إذن من بين الأخبار أيضا أننا في اليوم 159 وهو اليوم الثالث من رمضان لهذا العام ما زال بلينكين وما زال بيت الأبيض وما زال المتحدثين باسم الإدارة الأمريكية يتحدثون على ضرورة إدخال المساعدات وكان الذي يمنع المساعدات هو خصومهم وليس صنعتهم الصهيونية وليس صنعتهم فيما يسمى بإسرائيل ما زال يخرج بلينكين خرج اليوم والقنوات كلها كانت في جيباته المباشر إلى آخره ليقول من بين ما قاله أتوقع عودة المساعدات الإنسانية من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم يتعين على إسرائيل فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول أبرز تحديات التي نواجه حاليا في غزة غياب الأمن الممر البحري ليس بادينا عند خلال المساعدات برا إلى قطاع غزة عند إنشاء الممر البحري سنتمكن من توزيع ماسل مليوني وجبة يومية بالإضافة إلى الأدوية تحدثت مع قبرص وبريطانيا والإمارات وقطر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن الممر البحري إلى آخره هذا الاستغبال الأمريكي الذي يريد أن يظهر كما قال لهم بوريل هذا المتعدث باسم أو المسؤول عن الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال لهم عادها اليوم والحقيقة بوريل هذا أيضا يرفع الآن من حدة الانتقاد لبعض الحكومات داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وللكيان الصهيوني بوريل اليوم يقول جوزيل بوريل هذا يقول إن 7 أكتوبر ليست مشكل طبيعي إنها ليست فايضان ليست زلزال إنها من عمل إنسان ما حدث بعد 7 أكتوبر ما يحدث في غزة إنها من عمل إنسان إنها من عمل صهاينة وكانه نقد شديد قال هذا الكلام أمام مجلس الأمن قبل يومين وقالوا بشدة وهنا هو يعبر عن الاتحاد الأوروبي بالرغم من الاتحاد الأوروبي بعض حكوماته ودوله ما زالت ترسل السلاح وترسل المال وتدعم الكيان الصهيوني سرا وعلانية ولكن أصبح صوتهم خافت أولئك الذين يدعمون هذا الكيان ليس كما كانت في الأسبوع الأولى عندما هرولوا جميعا إلى تل أبيب وإلى القدس وبعضهم ذهب حتى إلى بعض المستوطنات ليقدموا الولاء للصهاينة هناك الآن أصبح الذي يدعم إسرائيل يقولها بشكل خافت وأحيانا هامس جدا وأحيانا في السر أكثر منها في العالم بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأصبحت الأصوات التي كانت خافتة في البداية والتي كانت منطقية وعقلانية في طرحها وهو ضرورة احترام القانون الدولي ضرورة عدم ارتكاب جرائم حرب جرائم إنسانية بدأت أصواتها ترتفع ولعل أبرز هؤلاء الآن هو جوزيب بوريل وآخرين في إسبانيا وفي إيرلندا وفي بلجيكا وفي هولندا وفي كثير من البلدان الحقيقة أنها بدأت أصواتهم ترتفع حتى ماكرون المتصهين أصبح موقف أفضل بكثير أو قل أقل بسوء بكثير مما كان عليه في البدايات إذن ما يقوله بلينكين وتقول الإدارة الأمريكية هناك خلاف التكتيك مع نتنياهو وهذا الخلاف لعلكم تابعتهم ارتفع بشدة هذه الأيام عندما أرد نتنياهو عن طريق موقع يسمى بوليتيكو أرد بحدة على على الإدارة الأمريكية على بايدن بشكل خصوص وقال أن بايدن اللي قال عليه أنه يرتكب أخطاء وأنه لا يعرف كيف يدير هذه الحرب وأنه يقدم على إحداث أضرار بإسرائيل رد عليه قال له أنت المخطئ نحن نعرف ما نريد الخط الأحمر الذي لدينا هو أن 7 أكتوبر لن تتكرر وأنا أمثل الشعب الإسرائيلي هو الذي اختارني وليس شيء آخر كل الأخبار الآن الواردة تقول من أن الخصومة تكبر ما بين بايدن ونتنياهو الخصومة تكبر ليس خلافاً على الجوهر ليس خلافاً على الاستراتيجية ليس خلافاً على أهم ثلاثة أهداف للحرب أو الأهداف الثلاثة الأساسية أو الرئيسية للحرب القضاء على المقاومة استعادة ما يسموه بالرهائل الأسرة الموجودين عند المقاومة عدم السماح لحماس ولمقاومين بأن يكون لهم أي دور في غزة حول هذه النقاط الثلاثة أو الأهداف الثلاثة لما يسمونه أهداف ثلاثة للحرب لا خلاف متفقين تماماً الخلاف في الطريقة في التكتيك في التفاصيل مثلاً الولايات المتحدة لا تريد أن تكون هناك اشتياح لرفح آخر منطقة لم تشتاحها لم يشتاح الصهاينة ولم يتوحشوا فيها ولم يرتكبوا فيها جرائم فضيعة وإن كان ارتكبوا ولكن ليس بمثال ما حدث في جباليا أو في خان يونس أو في غزة المدينة أو في غيرها إذن هو خلاف يقول لهم لا تدخلوا رفح الولايات المتحدة تقول لنتنياه ومن معه لا تدخلوا رفح حتى تكون هناك خطة بمقتضاها يخرج أهل رفح إلى مكان آخر السؤال إلى أين كما قالت منظمات كثيرة دولية كما قالوا بوريل أيضاً وآخرين إلى أين إذا كان إلى مصر التي تخضع للرونجيرس سيس يوماً معه فإن هذا ممنوع دولياً هذا يسمى تهجير قصري تهجير السكان من أرضهم إلى بلد آخر وإذا كان إلى أماكن أخرى في غزة فإن الأماكن الأخرى في غزة كلها مدمرة والذين ذهبوا إلى الشمال وعادوا إلى الشمال يقتلون الآن وهم يلتقطون بعض فتاة المساعدات الذي يصل هناك بعض الغذاء الذي يصل هناك السؤال بالنسبة لأمريكا إلى أين يذهب هؤلاء الولايات المتحدة في نفسها لا تقدم شيء إلى أين لكنها تقول إننا ننتظر في خطة تقول لنا إلى أين أي أنهم ليسوا ضد اجتياح رفح إنما فقط أن لا يؤدي ذلك إلى مقتل مزيد من المدنيين طبعا عدد المدنيين كما تعرفون المعلن هو 31 ألف نهيك عن حوالي 9000 ربما ما بين 7000 إلى 10000 تحت الأنقاط تحت الردم أكثر من 71 ألف من الجرح ربما تجاوز 72 ألف اليوم برغم إذن الخصومة هي ليست جديدة في الحقيقة كانت حتى قبل 7 أكتوبر ما بين بايدن ونتنياهو بايدن يعتقد أن نتنياهو يؤثر على موضوع الانتخابات الأمريكية اليوم مثلا أو أمس كان في هواي وهي نظر أن كانت آخر مدينة يتم فيها الانتخابات يسمى بالبريمير الانتخابات الأولية تقريبا 30% 29 فاصل من ممثلي هواي وهي ولاية أمريكية كما تعرفون قالوا أنهم غير ملتزمين من الديمقراطيين قالوا أنهم غير ملتزمين بايدن حصل على حوالي 60% من الأصوات 29 فاصل قالوا أنهم غير ملتزمين والباقي كانت حول 2 من المرشحين إلى آخرهم هذه واحدة من أكبر نسب في الانتخابات الأولية داخل الحزب الديمقراطي التي تظهر أن بايدن قد يخسر الحرب لأن هؤلاء الديمقراطيين والأصل أنهم سينتخبون رئيس ديمقراطي لكن وجدنا منهم 29% أكثر من 29% في هواي يقولون أنهم غير ملتزمين بانتخابه بمعنى آخر أنهم لن يلتزموا وأنهم لن يلتزموا المرجح أنهم لن ينتخبوه يكفي فقط 5% من الذين انتخبوا بايدن المرة الماضية لكي يخسر الانتخابات أمام ترامب في الغالب الانتخابات الأمريكية تحسب بـ 2-3% من النقاط قليل جدا أن تتجاوز 3% من النقاط 4% من النقاط إذن يجد بايدن نفسه وكل أولئك الذين معاه في الإدارة الأمريكية أنهم من هذه القضية تؤثر عليهم مباشرة وهذا اللي يخليه وأيضا من أجل اليساريين والعرب والمسلمين الموجودين في الولايات المتحدة يخليها منحين لآخر ينتقد نتنياه ولكن الأهداف هي نفس الأهداف وهي أن يظل هذا الكيان الصهيوني الولايات المتحدة عندها خمسة أهداف رئيسية فيما يسمى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أي المنطقة التانية أول هدف أن يظل الكيان الصهيوني هو الأقوى على كل الدول المجاورة لها ويضمنون أمنه ويضمنون أزدهاره ويضمنون قوة العسكرية وقوة الاقتصادية إلى آخرها العمر الثاني هو الحفاظ على الممرات البحرية هناك الأمر الثالث هو الحفاظ على الأنظمة أو الحفاظ على البترول الأمر الرابع هو الحفاظ على الأنظمة العميلة هناك بن زايد بن سلمان السيسي والقائمة طويلة الأمر الخامس هو تدخل الصين وروسيا إلى هذه المنطقة خاصة منطقة الخليش كل هذه الأهداف أو كل هذه الأهداف الكبرى الولايات المتحدة في المنطقة ما يعرف بميناء ميناء إيستان نورت أفريكا شرق الأوسط وشمال إفريقيا كل هذه المنطقة كل هذه الأهداف الخمسة الآن فيها إشكال كيان الصهيوني هناك يهود يدعون إلى تفكيكه وقد تلقى ضرب هزيمة استراتيجية في 7 أكتوبر لن تقوم له قائمة أبدا بعدها وإن تأخر في الانهيار الممرات الدولية في خطر خاصة من ناحية البحر الأحمر البترول صحيح مازال مضمون ولكن احتمالات إذا ما تأثر الهدف الرابع وهو هذه الأنظمة القائمة وهي تتأثر الآن بهذه الحرب ولذلك تريد أن تقضي على المقاومة وأن تنتهي الحرب في أقرب فرصة ممكنة فإن البترول سيكون في اللعب أيضا أما روسيا وخاصة الصين فقد دخلوا لمنطقة الخليج وبقوة ذا الولايات المتحدة لذلك هذه الحرب أنا من اليوم الأول قلتها ومنزلت أقول هذه الحرب هي حرب أمريكية إسرائيلية ولكن أمريكا لم تكن تريد هذه الحرب أي أن حتى إسرائيل لم تكن تريد هذه الحرب أي أنها فرضت عليها وبما أنهم يعتقدون أنها فرضت عليهم فإنهم يواجهونها بالرغم من الخسارة التي تطلقها الولايات المتحدة مثلا في أوكرانيا الصين وفي أماكن أخرى الوجه الأمريكي يظهر بأشد قبحا من أي وقت مضى إلى درجة وجدنا أن في الأمم المتحدة قبل شهرين أو ثلاثة عندما جاء مرة أخرى قضية وقف إطلاق النار في الجمعية العمومية وجدنا أن الولايات المتحدة لم يكن معي إلا ستة وسبع دول بعضهم دول ما يسمعوش بها الناس في حين أن قبلها بسنتين عندما كان الأمر ضد روسيا كانت الولايات المتحدة معها مئة وخمسين دولة في الجمعية العمومية ثلاثة أربع دول كانوا ضد روسيا في هذا الموضوع أصبح ليس ثلاثة أربع أصبح تقريبا تسعة أعشار الدول مش تقريبا أكثر من تسعة أعشار الدول إما مع وقف إطلاق النار أو أنهم محايدين لكن اللي هما ضد وقف إطلاق النار هم أقل من عشر دول من أصل مئتين دولة في الأمم المتحدة هذا هذا يؤثر جدا على هذه الامبراطورية لأن أساسا من بين الخداع انتاحها اللي خادعت به الكثيرين هو قضية الديمقراطية وحق الإنسان وكل هذه القضايا اللي تبيحها واللي البعض يتأثر به طبعا نحن لسنا ضد حق الإنسان بل بالعكس يجب أن نكون مع حق الإنسان مش معناها لأن الغرب يتبنى حق الإنسان ويعمل ضدها هو أن نكون نحن ضد حق الإنسان كما يتصور البعض ذكرني هذا في واحد من أخواننا مرة أحكى لقصة والله خلونا منح مكلة هذه القصة المهم نحن لسنا لا يجب أن نكون ضد حق الإنسان لأن نسمعنا في كثير من الناس يقولك آه هذه حق الإنسان اللي كلمتنا عليه لا لا حق الإنسان مش هنكلمناك عليه حق الإنسان فرضها الله عز وجل إذا كنت مسلما ومؤمنا فأنت تعرف أنها فرضها الله وإذا لم تكن كذلك فأنت بالمنطق الإنساني يجب الحفاظ على حق الإنسان ما معنى حق الإنسان؟ بمعنى أن لا يقتل الإنسان بدون حق أن لا يعذب أن لا يسجن بدون حق أن لا يعذب تحت أي ظرف أن لا يقهر أن لا يجوع أن لا يفقر أن لا ينهب أن لا يظلم هذا الهارد كور تعرف كل الإنسان بعض القوم أضافوا أشياء أخرى هذه قد لا تعنينا لكن الأساسيات هذه كون الغرب يتكلم بها ويعمل عكسها إذا ما كان الإنسان هذا ليس أبيضا مسيحيا فهذا يعني هم في ازدواجية المعايير أما نحن فيجب أن نكون محق الإنسان بل محق الحيوان بل محق البيئة والأشجار والطبيعة يجب أن نكون مع هذا إما بالمنطق الإنساني أو بالمنطق الإسلامي فمن بالك أن يكون بالأمرين معا لكن الولايات المتحدة بطاعة الحال الآن وجه القبيح يظهر بهذا السوق وكثير من الدول الغربية في نفس الوقت في هذا الغرب تجد ناس مثل هذا تجد أن لديهم مواقف ليس بعضنا لا يوجد هذا المواقف هؤلاء هنا الآن اليوم تم هذا هذا مطار سان فرانسيسكو أحد أكبر المطارات أو من بين أكبر المطارات الأمريكية هؤلاء قطعوا دخلوا إلى المطار بالمئات ويقولون فلسطين يجب أن تتحرر ينددون بالسياسة الأمريكية بالسياسة الغربية ينددون بالكاين الصهيوني في واحدة من أكبر في مطار من أكبر المطارات الأمريكية من بين الأكبر طبعا هذا حدث في الولايات المتحدة في مئات الأماكن حدث في الموانع حدث في الجسور حدث في الطرقات حدث في المطارات حدث في أماكن التسوق الكبرى حدث في البرلمان حدث داخل السيانين حدث داخل نيويورك تايمز حدث داخل قرب البيت الأبيض حدث في المجالس أو المهرجات الانتخابية لبايدن حدث ضد المسؤولين الأمريكيين أغلبية كبيرة منهم يحدث في كل مكان هناك موقف إنساني مع الحق لكن القابضين على السلطة المتحكمين فيها لهم رأي أخر إذن الخلاف ما بين نتنياهو وبيدن هو حقيقي ليس في الجوهر ليس في الأهداف الاستراتيجية إنما في الوسائل وفي التكتيك لأن بايدن وذي قالها وزير الدفاع الأمريكي قبل ثلاثة أشهر قال ممكن لإسرائيل أن تنتصر أسكرياً لكن قد تنهزم استراتيجياً إذا استمرت في هذه السياسة كان يومها عدد الذين قتلوا في حدود عشرة ألاف من أهل غزة أو 15 ألف كانوا تجاوزوا 15 ألف هذا الكلام كان عنده حوالي ثلاث شهرين ونص أي أن آنذاك كان تدرك الولايات المتحدة أن هذا العدد الهائل من المدنيين الذين يقتلون بهذه الفضاعة وبهذه البشاعة اليوم كان قصف لمراكز أين يوجد قليل من الغذاء تعلق الأنر وفي رفح طبعاً عدد الذين يقتلون هذه الأيام ما بين 80 إلى 120 هذا عندما خف والجرحة ما بين 200 إلى 300 في فترة معينة وصلوا إلى المعدل 350 إلى 400 في اليوم الذين يقتلون وزيد من 700 الذين يجرحون في 8 مارس ذكرتنا الأمم المتحدة من أن 67 امرأة تقتل في اليوم كمعدل منهم حوالي 37 أم أخيلوا أن كل يوم تقتل 67 مرأة كمعدل وأكثر من ذلك من الأطفال عدد الأطفال تقريباً كمعدل منذ بداية الآن رأهم في حدود أكثر من 12 ألف الذين قتلوا 13 ألف تخيل 16 ألف في 160 يوم أي ما يقارب التسعين طفل في اليوم الوحد منظمة الدولية أيضاً كقالت أمس من أنه في أربع سنوات في الأربع شهور الأولى لهذه الحرب ما قتل من أطفال في غزة يساوي كل أطفال الذين قتلوا في العالم بسبب الحروب في أربع سنوات الأخيرة أكثر الأطفال الذين قتلوا في غزة في الأربع شهور الأولى للحرب هم أكثر من كل الأطفال الذين قتلوا في كل الحروب في العالم في الأربع سنوات الأخيرة هذا التوحش الصهيوني يلقى في الحقيقة غضباً وغضباً متساعداً من بين الغاضبين شن الإعلام الأمريكي الإسرائيلي شن هجوم على المخرج البريطاني جونتان غليزر وجونتان غليزر هذا أبوماً ليتبعوا الأفلام وتبعوا الفن يعرفوه يعني هو مخرج شهير وهو يهودي من أصول يهودية وكان في في هذه الأيام مرت الأسكار ما الأسكار إلى آخره وتعرفوا أن الأسكار هذه أهم مهرجان لما يسمى بالفنانيين والممثلين إلى آخره كان شن هجوم على الكهن الصهيوني هم أحياناً يتأثرون كثيراً بهؤلاء المؤثرين أكثر من السياسيين لأنهم عارفين أن السياسيين يذهبون ويأتون أو يأتون ويذهبون ولكن المؤثرين كبار ما يعرف بي كبار الفنانين كبار الرصامين كبار اللاعبين سواء كرة القدم أو كرة السلة وغيرها من الرياضات كبار المؤثرين بأي شكل أو بآخر هؤلاء يدوم تأثيرهم أحياناً لعشرات السنين وقاستن السينما يعني واحدة من أكثر الجهات التي شيطنت الفلسطينيين وشيطنت المسلمين عموماً هي هلود والتي نفخت وضخمت الصهاينة هي هلود هي هذا المكان الذي يعتبر مقدس وذلك الهوليوود بطاعة الحال هي سلطة صوفت تعرف بالصوفت باور كانت الولايات المتحدة لديها حاملات الطائرات والبوارج الحربية كثيرين يقولون إن هوليوود أهم من البوارج الحربية البوارج الحربية تدخل حروب تدخل تخويف إلى آخره بينما الأفلام الأمريكية والنمط الأمريكي يدخل إلى العقول ويدخل إلى القلوب ويعطيك صورة أخرى فمن يريدون أن يجعله ملائك يجعله ملائكي من يريدون أن يجعله شيطان يصبح شيطان إلى آخره عند الكثيرين من الناس والكثيرين من الناس يتبعوا برك يتبعوا لذلك عندما يخرج هؤلاء المشاهير خاصة هؤلاء الفنانين وهذا آخر هو هذا جليزر جوناتان جليزر وهو يهودي ويهاجم الكيان الصهيوني وما يفعل في غزة خرج الإعلام هاجموا بقوة ولكن هرعت مثلا ردت قالت المخرج اليهودي جليزر كان محقا وعرض طبعا من الجرائد القليلة جدا في الكيان الصهيوني اللي عندها نستطيع أن نقول موقف عقلاني في كثير من الحالات ليس دائما لكن في كثير من الحالات قالت أن جليزر كان محقا المخرج البريطاني اليهودي جليزر كان محقا ف إن إسرائيل تشهد ضجة مرة أخرى كل عدة أيام نتيجة الانتقاد هذا أو ذاك ضد فعاله منوهة بأن العاصفة الحالية أنتجها المخرج اليهودي البريطاني جليزر بعدما فاز فيلمه منطقة الاهتمام ربما يكون Zone of Interest أنا لم أرى العنوان بالإنجليز على كل حال بجائزة الأسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي في الحفل الذي أقامته الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة وكان جليزر قد قال في كلمته الافتتاحية إن الاحتلال يحاول الاستئثار بالمحرقة اليهودية فقامت القيامة كما تقول هارتس في افتتاحيته وتضيف كيف يستطيع يهودي قول ذلك فيما تواصل إسرائيل عد قتلاها منذ السابع من أكتوبر وفيما زال مخطفوها في أسر حماس داخل غزة وفيما يعرض جنودها حياتهم للخطر دفاعا عن الوطن بيد أن الحقيقة تقول هارتس لأنها جابت واشقالة الجرائد الأخلى والمواقع والتلفزيونات لكن هارتس تقول إن الحقيقة أن الحقيقة هي أن جليزر كان محقا حتى ولو كان سماع ذلك ليس لطيفا لدى قسم من المواطنين الإسرائيليين أثر فيهم هذا الموضوع تأثير كبير جدا أكثر بما يقوله بايدن أو بوريل أو ماكرون أو شولس أو غيرهم من السياسيين تضيف هارتس إنه رغم عدم وجود أي مبرر أو طريقة لفهم المذبح البشعة في 7 أكتوبر من صنع حماس فإن السياق الذي عاملت فيه هو الاحتلال 7 أكتوبر جات لأن هناك احتلال وبشكل أدق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقول هارتس إنه حماس اقتحمت الحدود واحتلت مستوطنات وقتلت مواطنين وجنود رجالا ونسان وأطفالا وخطفت 250 منهم لكن مع ذلك سيكون من الخطأ تعريف ما حصل كمحرقة إضافية في تاريخ اليهود وهذه المرة في بلادهم وعن الخطأ تتابع حقيقة أن اليهود دولة خاصة بهم قطعت التواصل التاريخي الذي كانوا فيه مجموعة يهودية دون حماية وملاحقة وضحية لللا سمية ما أزعجهم من قول هذا المخرج الشهير البريطاني اليهودي هو أن قالهم أنتم مرة تلعبوا بالمحرقة أنتم تلعبون بالمحرقة وأنتم بهذه الطريقة المحرقة الحقيقية التي حدثت على يد النازيين تشويهونها لأنكم تقارنون ما حدث سبع أكتوبر بها في حين أنه لا يمكن مقارنته أكثر من ذلك يقول لهم بأن أنتم الاحتلال أنتم قوة محتلة هؤلاء كما قالت مفكرة يهودية أيضا أمريكية قبل أيام قالت سبع أكتوبر بغض النظر على مضمونها والأفعال التي جاءت بها كانت انتفاضة هذا كله يجنن القائمين على الصهيونية العالمية وعلى الاستعمار الغربي اللي الصهيونية العالمية هي أحد تجلياته كنت ناقش مع أحد الأفاضل قبلها أيام في هذا الموضوع على أنه لا تقلوا أنا في الحقيقة الصهيونية هذا لم تأتي بشيء جديد يعني اللي أنا نشوف فيه الآن صحيح فضية ومرعب وهو أحد من أجر ما حدث في ربما منذ الحرب العالمية مش ربما أكيد منذ الحرب العالمية الثانية لكن الحقيقة أن ما أقدمت عليه الصهيونية أقدم عليه الاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي دول أخرى في الجزائر ما بين 1830 و1890 ستين سنة الأولى للاستعمار للاستدمار كما يقول مالك بالنبي قتل الملايين إما بسبب القتل مباشرة أو بسبب المجاعات والأمراض اللي الاحتلال كان مسؤول على أن يأتي بالأكل وبالدواء للمناطق المحتلة والشعب المحتلة عدد الجزائريين كثير من المصادر تقول أن عدد الجزائريين تقريبا لم يتغير ما بين 1830 و1900 كانوا في حدود 3 ملايين وفهي في 1900 كانوا في حدود 3 ملايين في حين أن عدد الفرنسيين تضاعفت ثلاث مرات نحن نعرف أن الجزائريين يتوالدون والمسلمين عموما أكثر من الغربيين أكثر من الأوروبيين عدد السكان الفرنسيين تجاوز كان يقول ضعفين ونصف كان يقول ثلاث أضعاف مهم تجاوز الضعفين بينما عدد الجزائريين بقيت تقريبا نفسه في حدود 3 ملايين والذلك في مؤرخين فرنسيين يقولون من أن عدد الجزائريين الذين قتلوا في تلك الفترة ما بين المجاعات وما بين القتل المباشر كان حسب المؤرخين تقديرات تختلف ما بين 2 إلى 6 مليون حسب كل واحد كيفاش يقرأ الإحصاءات والظروف والوقاعة لكن الأكيد أن الاستعمار الفرنسي قتل مئات الآلاف هذا مش عن طريق المجاعة القتل المباشر مئات الآلاف من الجزائريين بعضهم قتلوا بالسلاح الكيمياوي في مدينة لغواط في ليلة ما بين 3 وال4 ديسمبر 1852 استخدم السلاح الكيمياوي كبار القادة العسكريين بعضهم كتب وعبر واستخدم لأول مرة استخدمت كلمة هولوكوست في العصر الحديث كانت في رسالة لأحد الضباط الفرنسيين يقول إن ما أقدمنا عليه في لغواط كان هولوكوست لأن هذه الكلمة هي كلمة بيبليك يعني كلمة جاية من من الإنجيل والطورات آنذاك تحدثت على ما حدث لليهود قبل الإنجيل أو حتى قبل التورات ففرنسا ما أقدمت عليه مثلا في الجزائر كمثال لكن كان أمثلة أخرى في كثير من البلدان بما فيها مثلا مدغشغر كأحد الأمثلة ما أقدمت عليه بريطانيا كقوة استعمارية في الهند في بنغلاديش بالذات اللي تسمى اليوم بنغلاديش كان جزء طبعا جزء من الهند على سبيل المثال ما أقدمت عليه ألمانيا اللي هي أقل الدول الغربية في الاستعمار في ناميبيا ما أقدمت عليه بلجيكا في ما يعرف اليوم بالكونغو كينشاسا الزاير سابقة ما أقدمت عليه هولندا في أندونيسيا ما أقدمت عليه إسبانيا والبرتغال قبل ذلك في أمريكا الجنوبية ما أقدمت عليه إسبانيا وفرنسا وبريطانيا في أمريكا الشمالية ما أقدم عليه الأوروبيين البيض في نيوزيلندا وفي أستراليا كل هذه المناطق وكثير مناطق أخرى عرفت حروب استئصالية تدميرية ولذلك هذه الصهيونية هي أحد تجليات الاستعمار الغربي في أفضع صور كثير من المؤرخين الغربيين يعترفون بذلك بهذه الجرائم وهذه الفضعات في بنغلاديش ماتوا الملايين في الأربعينات الملايين بسبب تصرفات السلطة الاستعمارية البريطانية هناك الحقيقة هذا موضوع يطل حديث فيه لكن اليوم رأنا نشاهد هذه الصهيونية في تجلياتها وكما قلت سبقت في القارة السابس عشر والسبع عشر خاصة والثامن عشر بالمناسبة نسيت حاجة أخرى لحديث عنها مثلا في الأندلس إسبانيا في القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر ومعركة بمحاكم التفتيش مئات الألاف من المسلمين واليهود قتلوا داخل ما يعرف اليوم بإسبانيا والبرتغال ومئات الألاف منهم هربوا إلى شمال إفريقيا المغرب والجزائر وتونس ولذلك العدد الأكبر من اليهود الذي كان متواجدين في الجزائر والمغرب وتونس أصلهم من الأندلس فروا مع المسلمين لحمايتهم كثير من مؤرخين اليهود يتحدثون يقولون أنهم لم يجدوا أمنا وسلما إلا مع المسلمين كانت تحدث إشكالات لكن لم تصل إلى حالة الاستئصال كما حدث لليهود في كثير من الدول الغربية نحن نعرف أنهم تحدثوا على ألمانيا كثيرا لكن في الحقيقة رهم اليهود تعرضوا لمحارق متعددة عبر التاريخ عبر التاريخ الأوروبي حتى في الولايات المتحدة اللي اليوم صهاينة فيها مثلا رهم أسياد رهي قبل ثمانين تسعين سنة كان اليهودي مضطهد بشكل أو بآخر أو على الأقل لا يحظى بنفس الحقوق للأمريكي الأبيض المسيحي دائما في طار الوقت يسرع بشكل على قول الصحوات اللي كنت تحدثت عليها قبل قبل يومين تراكمت من أمس اليوم الأخبار حول هذا الموضوع فوجدنا مثلا وجدنا مثلا الأخبار ربما استمعتم إليها أن ما يسمى بالسلطة الفلسطينية أرسلت أحدهم ويسمى فرج رئيس المخابرات تنتاحهم يعني تقدر تقول ناصر الجن المجرم أو جبار مهنة نتاحهم نتاح عباس نتاح الميليشيا نتاح عباس أرسلته إلى غزة وإلى جنوب غزة يعني نجي ترفح مع المصريين في مؤامرة مع المصريين والأردنيين من أجل النظر في كيف إيجاد أو الحديث إلى الفلسطينيين اللي هم معروفين العائلات والعشاء الفلسطينية المعروفين أنهم ما همش على توافق مع المقاوم مع حماس علاش من أجل أن يصنعوا منهم صحوات ميليشيات حركة بمعنى آخر في نفس الوقت الإمارات تقوم بنفس الشيء في تنافس كبير جدا ما بين الذين يدعمون عباس خاصة الأردن والسعودية وإلى حد ما السيسي وما بين الذين يدعمون دحلان وعلى رأس هؤلاء الإمارات دحلان وهو أيضا أحد كبار المجرمين الفلسطينيين والعملاء معروف كان يرأس جهاز استخبارات وظل في غزة إلى غاية 2007 في 2007 استطعت المقاومة أن تقضي عليه ويفر هو والألاف الذين كانوا معه المئات فروا معه والألاف ألقي عليهم القبض في غزة وسيطرت من يومها سيطرت المقاومة على غزة حدث هذا فأنا نذكره في جوان 2007 هذا الآن تحضره الإمارات مغتنمة فكرة الميناء البحري اللي راي تريد الولايات المتحدة بناءه أو إقامته على شواطر غزة أكبر شريك للولايات المتحدة في هذا الموضوع هما إسرائيل والإمارات حتى أنا نتنياو وخرج وقال لهم هذه فكرة الميناء راي فكرتي أنا ورأي تحدثت عليها في أكتوبر مع رئيس قبرص وهذا صحيح كان ذكرتها أنا ذاك الأخبار لكن جات في حديث سريع البريطانيين أيضا تكلموا عليها في ديسمبر اللي فات تبناها الآن بايدن وجاب الإمارات معهم للتمويل أساسا وأيضا باش يجيبوا دحلان ودحلان يجيب الفلسطينيين سواء اللي هربوا معاها أنا ذاك من غزة أو اللي رأهم موجودين في غزة وعندهم ولاء له وهم عدد قليل أو آخرين من ضفة الغربية ومن الشتات الفلسطينيين حابين يجيبوهم ويشكلوا بهم صحوات ميليشيات باتريوت بعبارة تسعينات في الجزائر رجال واقفون بعبارة البروباغندا تعد تسعينات في الجزائر كثيرين يسموهم شنابط طبعا البعض منهم هؤلاء حتى احنا في الجزائر بركبين قوسين يعني البعض منهم لم يكن لهم أي خيار كانوا كما رفدوش سلاح يذبحون تذبحون مخابرات هذا التعديف عن ذاتي لكن آخرين لا آخرين راحوا لحمل السلاح لأنه كانت عندهم يحب النفوذ والمال والسلطة ويهمهم شي استخدمهم كثيرين منهم طبعا وضعهم باعس المهم هذا موضع آخر فالمهم فمن جهة هناك الإمارات وعملها دحلان والتحضير لإقامة صحوات يكونوا تحت قيادة دحلان ومن الجهة أخرى عباس وملك الأردن والسعودية طبعا السيسي يلعب من جهتين السيسي يلعب من جهة الإمارات ويلعب من جهة عباس في اثنين إمارات عندها تأثير كبير الآن على السيسي هي اللي أعطيته 35 مليار دولار هذه الأيام باع بها مدينة كاملة تسمى رأس الحكمة فهناك تنفسه قال لهم وزير الدفاع الإسرائيلي قارنت قال توزيع المساعدات في غزة من سيفعل ذلك يجب أن يكون من فتح سواء كان محمد دحلان أو ماجد فرج ماجد فرج هذا رئيس المخابرات تعباس اللي هو مكلف الآن بحكم غزة يعني من جهة جماعة عباس أنا قلنت قالوا من تنفسه كما تريدون نحن ما يهمش المهم يكون واحد منكم يعني سواء جماعة عباس أو جماعة دحلان جماعة السعودية والأردن اللي هما جماعة عباس أو جماعة الإمارات اللي هما محمد دحلان هذا كله يسمى حركة فتح طبعا حركة فتح هذه صرارها كما لفلين لفلين دارت الثورة ثم انتهت إلى أنها أصبحت عبارة عن واجهة مدنية قذرة لكابرانات فرنسا ثم لكابرانات الكابرانات وإن كانوا حتى الآن ما ولوش يحتاجوهم يعني فترة الأخيرة ما ولوش يحتاجوهم فتح هذه أيضا بدأت في 1965 وقامت وكانت هي أول منظمة مقاومة وكان عليها رجل فاضل يسمى الشقيري آنذاك إلى آخره ثم انتهت في يد عرفات إلى أن انتهت في يد عباس ودحلان وقائمة من العملة اللي اليوم يسمون السلطة الفلسطينية اللي هي منهم فتح اللي هي تقوم بدور ميليشياء هذا هو التنافس ولذلك وزير الدفاع الإسرائيلي إذا كان نتنياهو عنده حساسية من جماعة عباس ويفضل جماعة دحلان فإن وزير الدفاع الإسرائيلي قال له ما فيش فرق المهم واحد منكم لأن نتنياهو قال لا حمستان لا فتحستان بفتحستان يقصد بالضبط جماعة عباس كراهية خاصة له بالرغم كل الخدمات والعمالة اللي مقدمة له هذا هو اللي رقائم هذه الأيام وهذا هو الأخطر فيما هو قادم طبعا خرجوا هناك جهة ثالثة تقوم إسرائيل بالاتصال بهم مباشرة وهم يسموهم الوجهاء والرؤساء العشائر أو القبائل داخل غزة إلى آخره وكتصرد بهم إسرائيل هؤلاء يردوا وقالوا يعني قالوا بأنهم لن يقوموا بأي تعامل مع الكائن الإسرائيلي إلا بموافقة شرطة غزة أي المقاومة ولذلك ردت عليهم المقاومة وقالت إنه موقف وطني مسؤول لعائلات غزة وعشائرها الذي يرفض بحسم التجاوب مع المخططات الخبيثة الاحتلال الصهيوني والهادفة إلى خلق أجسام تنسيقية شادة عن الصف الوطني الفلسطيني وقالت الحركة في بيان إن العائلات والعشائر أكدت دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني وأضافت إن هذا الموقف يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية والدور المحوري الوطني الذي تلعبه العائلات والعشائر كصمام أمان للجبهة الداخلية هذا كلام جميل حقيقة قالت المقاومة وهو أكيد يشكر عليه الذين رفضوا من أهل غزة التعاون مع الكين الصهيوني من الوجهاء من هذه العائلات إلا أن ما لم تقوله المقاومة هي استخدم طبيعة الحال تستخدم خطاب ديبلوماسي تريد أن لا يفرق الفلسطينيين والحقيقة أن المقاومة الفلسطينية عندهم صبر عظيم صبر كبير وكبير جدا على جماعة دهلان على جماعة عباس على السيسي على بن زايد على بن سلمان على الملك عبد الله على كل هؤلاء السفهاء عندهم صبر عظيم لأنهم يعرفون مؤامراتهم بل أن بعض هذه الأنظمة تسجن عناصر من الحركات المقاومة يعرفون سمومهم الإعلامية يعرفون خناجرهم يعرفون تعاونهم مع الصهاينة يكفي الخط البري من البحرين أحيانا وأحيانا من الإمارات ومن الرئيس السعودية على الأردن بشدي السلع إلى الكاين الصهيوني بعد أن أوقف الحوثيين ذلك عن طريق البحر يعرفون مؤامراتهم يعرفون كل هذا ومع ذلك ما يردوش عليهم ما يدروش بيانات يحاولوا يكونوا يستخدموا ألفاظ يعني مغلفة لازم لك تقشرها سبعين مرة باش تخرج ويش حابوا يقولوا لأنه باختصار بسيط يعرفون أن الكيان أن هذه الكيانات لا يقلون تصهينا عن اليهود عنا صهاينة اليهود وصهاينة العرب مرة قلت صهاينة في الجزائر واحد تقلع لش توصفهم صهاينة طبعا هذا الوصف نقدر نفسره ب كثير من التفاصيل يعني ما يفعلون في البلاد إلى آخر لكن برك بين قوسين هذه هل تعرفون من هو الصهيوني؟ بتعريف صهاينة بتعريف صهيونية الصهيوني هو الذي يعترف للإسرائيليين لليهود بجزء من فلسطين الأراضي اللي قبل 67 اللي قبل بعد 67 من يعترف بحل الدولتين يعتبر صهيوني اللي يقول نريد حل الدولتين هذا يعتبر في التعريف الصهيوني صهيوني لأنه يعطي جزء من فلسطين التاريخية إلى الصهاينة فالصهيونية لما قامت في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 قالت إن الذين يعترفون طبعا بالمناسبة هم كانوا يبحثون على عدة دول واستقر أمرهم فيما بعد على فلسطين لأسباب تاريخية ودينية إلى آخره قالت إن الصهيوني لأن ذاك الصهيونية هذه الحركة كانت صغيرة جدا ضمن اليهود كانت حركة صغيرة يعني تقدر تمثل واحد في الألف من اليهود المشتتين عبر العالم ففي تعريفها قالت إن الصهيوني هم كانوا في البداية يريدون فقط جزء من فلسطين ما كانوا يشعروا على علاقات وشدوا يعني تقريبا لما حصلوا على وعد بولفور اللي جاء عن طريق خاصة الضغط خايم وايزمان وغيره هو أن يكون لليهود وطن في فلسطين جزء من فلسطين ولذلك قرار واحد ثمانية واحد هو تقسيم فلسطين ومش أنه يديها قاع الكائن الإسرائيلي الآن 78% رسميا و22% محتلة فمن يعترف بحل الدولتين هو صهيوني هذا هو التعريف انت اللي صنعه الصهيونية الإيديولوجيا هذه هذه بارك بن قوسين إذن قلت باش نرجع قلت أن هؤلاء صراحة عندهم وحد الصبر استثنائي شوف هنا وش يقول هؤلاء هذه جريدة إسرائيلية وش تقول على السيسي بنات السيسي من خلالات المصري موسطة خمس ينخس هن بابت المصري وهن بابت الفلسطيني أو الآزوري הכلالي صحيفة عبرقية تشهيد بنظام السيسي ودوره في محاربة الإخوان المسلمين وحركة حماس إسرائيل هيوم أكدت أن القاهرة تحذرت إسرائيل منذ اللحظة الأولى من السماح لحماس ببست سيطرتها على قطع غزة الصحيفة أكدت تطابق الرؤى بين السيسي وإسرائيل ممتدحة إصدار قضائه حكماً بإعدام ثمان قيادات من الإخوان المسلمين بمن فيهم زعيمها محمد بديع والرئيس الراحل محمد مرسي نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي يرى في الإخوان المسلمين وأيديولوجيتهم المتطرفة ووجودهم كحركة بمثابة خطر وتهديد استراتيجي للاستقرار والأمن في مصر صدور حكم الإعدام يدل على أنه يؤمن بالصراع ضد التطرف الديني بحسب الصحيفة قرار الإعدام شكل ضربة لتركيا وقطر التي تدعمان حركة حماس في حربها المتواصلة مع إسرائيل وفق مزاعمها صمت تركيا وقطر عن قرار إعدام قيادات الإخوان يدل على أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة النظام المصري يعرف بضاعة حركة حماس لأنها تعاونت مع جماعة الإخوان المسلمين في صراعها ضد نظام السيسي بحسب إسرائيل يوم ما يصدق هذا واحد من الشهادات هناك طبعا ألاف شهادات وألاف الوقاية والأحداث لكلها تثبت هذا الموقف ولذلك قلت أن هؤلاء باش نعود نرجع لموضوع الصحوات لم يتحدثوا على دحلان وهم عارفين وشيخطت دحلان ولم يتحدثوا على عباس ورئيس مخابراته واللي رأي موجود في مصر ورأي يدخل في فلسطينيين آخرين إلى غزة الآن وشيكل في الصحوات الآن تحدثوا فقط على ما يقدم عليها الجهة الثالثة اللي هي الكائن الإسرائيلي اللي تتصلت مباشرة ببعض الوجهاء ورأسها العشايا الفلسطينية أما المعركة الحقيقية اللي رأي قادمة فهي معركة مع جماعة الإمارات بحلان أساساً ومن معه ومع جماعة السعودية عباس ومن معه السعودية والأردن إلى آخر لكن السعودية يتقود هذا الموضوع طبعاً فيه تنافس ما بين السعودية والأمارات من يسيطر على غزة عن طريق عملاء تعوى هما كلهم في خدمة الكائن الإسرائيلي وكلهم في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة وكلهم في خدمة المشروع الأمريكي في المنطقة إنما هنا تنافس ولذلك لما يخرج وزير الدفاع الإسرائيلي يقول لهم لا يهم أن يكون فرج ماجد فرج هذا أو بحلان إنما المهم أن يكون من فتح فهذا في الحقيقة في حد ذاتها أي واحد ينسب إلى فتح أو ما زال موجود في فتح ويقول أني مقاوم بعدما يسمع هذا الكلام المفروض أقل شيء يتبرضى نهائيا من حركة فتح هذه لأنه باختصار بسيط حركة فتح مثلها مثل كما قلت مثل جبهة تحرير الوطني جبهة تحرير الوطني هي التي قادت الثور الجزائري والتحرر ضد الاستعمار لكن فيما بعد حكم الاستقلال استخدمها كأبشع صورة ممكنة يحدث نفس الشيء اليوم مع فتح وهذه هي الانحرافات هذه الانحرافات التي تهدل هنا حدث الانحراف في 62 في 92 وصل إلى أن اللي كانوا كابرانات عند فرنسا وصلوا إلى السلطة وهذا تقريباً ما حدث مع الفلسطينيين في قضية فتح في 65 اللي كان لهم عندهم عقلية العمالة وصلوا بعد اغتيال عرفات في 2003 أو 2004 الانحراف الانحراف تسبب فيه إلى حد كبير عرفات وللأسف وللأسف تعرفوا أن ما يسمى الدولة الفلسطينية أعلن عن إنشاءها الوهمية ما كاش دولة فلسطينية أعلن عن إنشاءها في الجزائر في 88 إذا ذكرت جيدة ممكن في سبتمبر 88 أو أعلن عن إنشاء الدولة الفلسطينية من الجزائر أنا ذاك شاد لي خاصة هو إنسان طوري وإنسان طوري الجزائري كان يعتقد أنها مثل الجبيارة مثل الحكومة المؤقتة لكن بعد الإعلان لها من الجزائر ذهب عرفات إلى جينيف لأن الأمريكان قالوا له لو كان ما تودينش الإرهاب ما تحتوش معك وقالوا له باش نبدون تحدثوا معاك ونشوفوا حل للقضية الفلسطينية لازم تروح تودين الإرهاب راح الجناف ومن هناك كتبولوا خطاب وألقاه بالعربي وجزء منه حتى بالإنجليزية بإنجليزيتو المكسرة هدر وقال وأدان الإرهاب أي المقاومة اللي كانت أنا ذاك في أوجها فيما عرفها بالانتفاضة الفلسطينية لماذا أقدم عرفات ومن ما على ذلك؟ لأن في 87 ظهرت الانتفاضة الفلسطينية وخاف هو واللي معاه أن تنتقل القضية إلى الداخل ويصبح اللي يقودوا النظال الفلسطيني ضد الصهاينة متوجدين في الداخل فسارع إلى موضوع الدولة الفلسطينية وللأسف وقالنا عنها من الجزائر مرات العصابة اللي تحكم الجزائر تفتخر بذلك لا 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 تفتخروش بيه أو على الأقل نقول للناس أنا نعرف أن هذه العصابات تفتخر بكل ما هو بائس سواء عن جهل أو عن خبث الإعلام عن الدولة الفلسطينية كان بداية الانحراف الشديد اللي طبعا وصل حدود القصوى فيما عرفها الاتفاقية أوسلو في 1993